لا يمكن لعقلك أن يصل إلى أفضل الأقوال ولا الأعمال ولا الأحوال ولا الأخلاق ولا التصرفات ولا المواقف لا يمكن لعقلك أن يصل إلى أفضلها أي أعدلها الذي ليس فيه ميل أفضلها وأعدلها وأقوامها هو ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه النقطة في غاية من الأهمين ما زلت أذكر نصيحة لأحد مشايخنا حفظه الله وشيخنا الشيخ محمد الحسن الددو قد يكون نسيها نصحني بها من أكثر من 25 سنة قال لي حفظه الله ورعاه وبرك الله في علمه وحياته وصحته وعافيته ونفعنا الله بعلمه وبركاته قال قال لي ناصحا حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال عند كل قول أو فعل أو موقف أو سلوك أو اهتمام لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في موقع هذا أو في هذه الحالة التي أنا فيها كيف كان سيتصرف فتصرف إذا أصبت بأمر مصيبة نزلت عليك من فقد حبيب أو غير ذلك من المصاب فتخيل نفسك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقد أصيب بهذا المصاب كيف كان سيتصرف أكيد سيتصرف بالصبر والاحتساب وإن لله وإن إليه رجع إذا أصبت بنعمة رزقت بنعمة كيف كان سيتصرف صلى الله عليه وسلم إذا أسأل إليك أخ أو صديق أو أسأل إليك أحد عامة المسلمين وكان من الجهلين فأسأل إليك كيف كان سيتصرف صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الجهلين ترجمة نانسي قنقر